برح شفنا أداء وشفنا نتيجة الحمد لله نقدر نقول ان احنا ردين كنا دايما قبل أي مباراة نقول يا رب نلاقي أداء حلو ونتيجة كويسة وبنزعل على فكرة لو كان الأداء حلو والنتيجة وحشة والعكس صحيح برح شفنا الاتنين الحمد لله كان فيه تقلق كان فيه غلق ليه يعني اللعب بشكل حلو جدا او لخطوطك زي ما بيتقال كان فيه لعب جيد جدا على الهجمات المرتدة كان فيه غيابات ل11 لاعب لكن الأداء كان مش متأثر انت بتتكلم برضو ان شخصية النادي الأهلي رجعت يعني إلى حد كبير أو بشكل كبير مبارح شفنا تاكتك من كابتن سامي كونسان أكثر من رائع لا حقيقي مبارح الواحد كان نايم مبسوط خيرا نرحب كابتن أحمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق ونتكلم معاه أكتر وأنا مبسوطة وحضرتك مبسوطة ان احنا مع بعض النهاردة بعد فوز وفوز حل أكيد طوال صباح الخير وكالعادة بقى أسعد جدا بتواجد مع حضراتكم يعني وإن شاء الله تكون حلقة تلقى قبولا يعني إن شاء الله إن شاء الله هتكون حلقة جميلة بوجودك معنا النهاردة واحدة كمان سعادة أكيد بوجودك وتعارب نبتدي بكابتن سامي أمصان ناخد من آخر كلام قالته نهوان بالحقيقة شبه إجماع من ناس كتير جدا ومنهم طبعا المتخصص ومنهم المشاهد أو الجماهير العادية شافوا إن ماتش مبارح هو أقوى اختبار اتعرض له كابتن سامي أمصان وأقوى لقاء خاده كمدير فني أو كمدرب للفريق الأول أنت تتفق ولا عندك وجهة نظر مختلفة لا أكيد طبعا يعني بيرامز فريق قوي جدا يمتلك عناصر جيدة جدا من أفضل عناصر موجودة في مصر حتى اللاعب المحترفة عندهم على قدر عالي جدا من الإمكانيات والقدرات يمتلكوا مدير فني بيلعب كورة بشكل منظم جدا وشكل جيد يعني كل المقاومات موجودة الكابتن سامي طبعا بقابل داب بزكاء عالي جدا قدر يدير المباراة بشكل جيد عنده مجموعة أو عنده عدد غيابات كبير لعبين مؤسرين جدا قدر يتعامل مع المباراة بزكاء وقدر أنه يستخدم النقص ده أو النقص العددي أو النقص الموجود كإصابات في الصالح العام يدي دوافع للعب الموجودة أن أنت تقدر وأن دي الوقت بتاعك أنه في لعب زي كوكا ده إضافة كويسة أو في نص الملعب اداله الثقة لعب زي حساب حسن مبارح اداله الثقة وشغاله من بدري اتعامل مع المباراة في الشرط الأول بشكل ولعب الشرط الثاني أو بدأ الشرط الثاني بشكل تاني كان طريقة 4-3-3 وقفل المساحات في عمق الملعب وساب الأطراف يمكن الأطراف في نادي بيرامتز كانت الأقل فاعلية لأن أنت تعرف أنه مجموعة قلب الملعب في بيرامتز هي الأقوى قفل عليها بشكل كويس جدا جدا كابتن سامي قمصان بذكاء عالي جدا عمل تاكتك تناسب مع قدرات لعب بيرامتز وتناسب مع قدرات لعب النادي الأهلي ساب يمكن منطقة الأطراف في بيرامتز لم تكن الأقوى بغياب عمر جابر ناحية اليمين ومحمد حمدي الباكليفت عندهم غيابات في الأطراف قدر كابتن سامي يقفل في عمق الملعب هو الأكثر خطورة وساب أطراف الملعب يمكن ما شفناش خطورة قوي من على الأطراف ككروسات أو كرات بيانية بتتعامل من أحمد فتحي أو من ناحية تانية من حسين السيد قبل ما يخرج أو أحمد سامي لما حل بديلا بعد خروج حسين السيد للإصابة فأنا شايف أن كابتن سامي نصان تعامل مع المباراة بشكل كويس جدا قفل مساحاته بشكل كويس جدا بدأ يلعب المباراة تانية ممكن هل هدف الأحراز النادي الأهلي مبكرا عن طريق طهر محمد طهر أدى لعبها ثقة أكتر وحسسوا من هم ماشيين في الخطأ الصحيح أو في الطريق الصحيح أن نحن التاكتك بتاعنا بنجنس ماره دلوقتي بهدف ومتقدمين الفرقة بدأت تلعب على الهجمة المرتدة بشكل كويس جدا عن طريق محمد مجد أفشا كان محطة كويسة ومصحة حبارة هوفا رجل على تقلقه بشكل كبير في المناطقه كان ديانجي ليس في حالته في أول 25 ديئة لكن بدأ يرجع مع المباراة خذ الصيقة اكتسب الصيقة لان لسه رجع من أصابة لكن كوكا كان مدي جهد عالي جدا في نص الملعب كان بقدي برجولة خفف الضغط شوية عن ثلية وعودة ديانجي من أصابة والثلية يعاني من إجهاد نتيجة المشاركة المستمرة سواء في النادي أو في المنتخب فلا كوكا عمل مباراة مباراة كبيرة كابتن سمن بحقي على المباراة قدمها بشكل كويس جدا وطلع المباراة بالاحتياجات اللي هو محتاجها بأداء حتى لو على المستوى الدفاعي كان جاد جدا وكان بيعمل التحولات مدفاعية للجمية الدفنس لسه نرجع له الدفنس ادى او الاثنين قلب الدفاع ادوا بشكل كويس جدا سواء رمي ربيعة او سواء ياسر ابراهيم الاثنين عمل مباراة كبيرة جدا مباراة افلوا بشكل جيد جدا على مجموعة كويسة او بيعرفوا يلعبوا في المساحات الدايئة بشكل كويس عندك عمر عبدالله السعيد عندك اسلام عيسى عندك رمضان صبحي عندك مجموعة لقدام في نادي فخر الدين بن يوسف عندك مجموعة لقدام في بيراميز مجموعة عالية جدا جدا متعرفت السلم كويس بيلاقوا بعض بشكل كويس اما كان الاستحواز الاكبر مبارح من بيراميز خلينا نقول ما فيش مشكلة بس انت قدرت ان انت تلعب على الهجمات المرتدة بشكل ذاكي جدا مبارح وقدرت كمان تخلي الاستحواز ده سلبي مش استحواز إيجابي بدون فاعلية يعني انت كنت بتوصل عند الـ 25 يارضا او الـ 25 يارضا اللي قدام مرماك ما فيش اي خطورة خالص انت بتيجي عند المنطقة دي والخطورة بتقف فانا شاف ان انت الاستحواز كان في منطقة خط الوسط بشكل كبير وده نجاح للنادي الاهلي اول مرة اشوف النادي الاهلي اللعيبة كلها تحت الكورة في التزام تاكتيكي بشكل كويس حاسين بالمسئولية من الايجابيات اللي عملها لكابتن سامي ممصان انه هو ادى او اعطى لعيب الاهلي روح جديدة وادهم ثقة جديدة للعيبة بالذات اللي هي كانت فقط الثقة في الفترة اللي فاتت مع مستر موسوين انا شاف ان هو ادى حملهم المسئولية حملهم يعني حاسوا ان احنا كلنا في مركب واحدة لازم هو الفكرة كمال بلغة الارقام لو كلمت كابتن سامي لعب خمس مباريات فاس عفوا في اربعة واتعادل في واحد فده كتوتل ده شيء عظيم جدا طبعا منهم مبارتين كبار جدا يعني مبارات الزمالك تعادل لتنين اتنين بعد مكسب وبعد كده تأخر بتنين واحد وبعد كده قدر ان هو يعود تاني للمبارات بتعادل ومبارات البرامز من الفرق القوية جدا وعنده عناصر جيدة جدا انا شايف ان مبارح المبارات قدرت بشكل كويس جدا من جانب فقط انساني امصان وانا شايف انه مشروع مدرب كبير جدا ان شاء الله يستفيد منه اهل فترة المقبلة ان شاء الله احنا لسه لسه احنا في الاول فاصل بس عشان لازم نطلع فاصل فاصل سريع وحنا نرجع نكمل كلامنا مع الكابتن احمد سلام ورا heights تيد هكو نريد الناضي في راجعين على اميرة ثب خليني ارجع Fuji aries لأن كريم سلامة انا سأذهب للتحكيم معلش لو تسمح لي شوية لأن التعليقات اللي كانت على موضوع التحكيم كتير كتير قوي ومن وقت ماتش الأهلي والزمالك والناس بتتكلم هو التحكيم الأجنابي أفضل ولا لا الناس كتير أو التعليقات الأكتر كانت التحكيم الأجنابي ثلث ما بتلاقيش مشاكل حصل ده تاني مع بيرميت طبعا والتحكيم اللي احنا شفناه الأجنابي ما فيش مشاكل حصلت ما فيش حد بيعترض أو يعني فيه أزمة ما فيش حد بيضايع الوقت بتشوف ده لمصلحة يعني الكرة المصرية يبقى دايما فيه تحكيم أجنابي ولا الموضوع المفروض يبقى مش كده لا أنا شاف أن التحكيم الأجنابي لأنه بيدير بعدها يعني هو ما عندهش انحياز لأي من الألوان الموجودة يعني أنا شاف أنه ده متطلب في أي تحكيم حتى التحكيم المصري يعني بغض النظر أكيد طبعا بس أنا هم بيطبقوه هناك باحترافية يعني أنا ميول أنا الخاص أنا أنا حاكم أجنابي أنا مليش أي ميول أي من الفريقين يعني يعني ما عندهش مشكلة خالص مغالبا مش عارك اللعيبة حقا بالضبط ما عرفش اللعيبة ما عرفش ممكن أن ديها طبعا نادي الأهل ياسم كبير ومعظم الناس بتكون عرفها بشكل جيد لكن لكن اللي جاي ده ما يهموش يعني أنا جاي أنا بادير مباراة يعني بادير عندي مواقف لعب أنا بقدر أخد فيه قرارات لكن أنا ما ما يهمنيش الأهل يكسب برمز يكسب الزمالك يكسب أنا ما عندهش مشاكل في النقطة دي للأسف عندنا يعني عندنا بعض الحكام المصريين يعني بيميلوا شوية يعني بأهواءهم يعني بيميلوا شوية بأهواءهم ممكن مثلا يعني يلاقي مثلا فرقة مش مش مشة كويس فيحاول يجي في صفهم شوية فرقة مثلا جمهورها شدت شوية فانا راضيهم شوية فالحاجات دي مش في الكرة بس ده جو قلب الأم ده ما ينفعش بعض الحكيم يعني مفروض ان الحاكم حيادي كان مصري كان اسكندراني كان فيوبي كان نرويجي المفروض الحيادية تبقى حضرة احنا الشعب المصري عاطفي بطبيعة وفاقة ده من عاكس عالتحكيبها خلي براك العاطفية دي كمان ساعات بتخلي الواحد يشوف حاجات ما يصحش ان هي تتشاكل بتعديك لعيبة ساعات بتبرق للحاكم وفي بعض الاحياء بتطقي رد فعل من الحاكم فيه استجابة للتبريئة ده ما بيكلش مع الأجانب إنجاز التعبير لا الأجنبي هو بيدير الأمور هو أصلا انت كده يعني وانت داخل المباراة أصلا رقم واحد رقم واحد وانت داخل المباراة انت عارف ان الرجل ده جاي حيادي مية في المية طبع فببع عندك قناعة من جواك ان اي صفارة طالعة طالعة ملهاش اي مصلحة خاصة او شخصية فالصفارة اللي طالعة طالعة لقرار حقيق او لرؤية فنية بالنسبة للحاكم شاف انه ده محتاج فاول ده محتاج كورنر الكرة دي ضرب الجزاء بيبدأ يدي القرارات بتاعته بلان عن الرؤية اللي شاف بدون انحياز لأي من الفرقين فدي بتدي لللاعب طمأنينة شوية وأمان شوية اننا ما عنديش مشكلة في حتة تحكمية على النقيد تماما لما بيكون الحاكم يعني مصري أو وطني انت بتلاقي دايما احنا عارفين ميولو قبل كده عارفين هو ليه اتجاهات قبل كده عارفين هو خسرنا مباراة قبل كده عارفين هو عمل ضرب الجزاء قبل كده علينا ما كانتش ضرب الجزاء او لغى هدف كان صحيح بالنسبة لنا او او كشرف وش قبل كده او انفعل علي قبل كده خلي بالك ده في التحكيم حاجات سلبية كل ده حاجات سلبية لازم نشتغل عليه احنا مهم جدا الحاكم اللي جاي ده مش جاي لعب مباراة وماشى الحاكم اللي جاي ده لازم احنا نستفاد منه كدروس مستفاية ده قدام عينينا ده حاكم بيجي من دول الدول متقدمة جدا في الكورة بيدي مفروض ده محاضرة عملية للحكام المصريين نستفاد ازاي الحاكم بيبعنده سبات عنده سبات انفعالي كمان لما لما اللاعب الاصل اللاعب ده تحت ضغط طوالوقت طوالوقت ومدرب طالب منه يعني يعني مهمة معينة او مدله تكلفات معينة وجمهور ضاغط ومنافس ضاغط ولاعبين زملاء برضو بيحاولوا ان هم في اسلوب لعب طولوقت اللاعب تحت ضغط فممكن ينفعل مثلا لو انت لو حسن القرار مش يعني ظالم بالنسبة له حاجة زي كيف ممكن ينفعل فانا الرقم واحد ان انا على قد ما اقدر ان انا ما احقق العدالة في الارض الملعب ده رقم واحد رقم اتنين ان انا استوعب اللاعبين اللي موجودين دول مش ان انا حق يعني اؤثر في حقي او ان انا اجي على نفسي ان انا اد كل واحد اكيد انت لو عملت او حققت العدالة في الملعب مفيش لعب هينفعل مفيش لعب هيكشر واللي هيتعدى بعد ما انت تتحقق العدالة اكيد عندك ان انت تقدر تدي له قرارات ادارية ككارد او انصار او كلام ده الحاجات دي بتردع اللعب بشكل كبير لو هو لعب متعدي او لعب يعني غير غير راضخ للقرارات فانا شايف انه لا في قرارات كتير جدا للحكم يقدر ياخدها لو حققها العدالة طيب هو الوقت بيجري بس يعني احنا لو نقدر سريعا برضو نرجع معاك بس سريعا كابتن سلامة لو رجعنا ليه حسن شحاتة ويجي لك بقى والفرص اللي كانت كابتن حسن شحاتة بيعطيها للعيبة الشباب تحديدا ولو جينا قارننا دلوقتي بالوضع الحالي واعطاء فرص للشباب اللي بالمناسبة قدروا ان هما بانختلف الاندية بصراحة او الفرق يثبتوا نفسهم بشكل حقيقي فبتشوف ده كمستقبل بقى لكورة القدم المصرية وللمنتخب ازاي ممكن يكون لصالحنا بشكل كبير انا شايف ان الاستعانة باللعبين الجدد ده حاجة جيدة جدا وبيدي دماء جديدة للمنتخب سواء على مستوى الاندية او على مستوى المنتخب يعني ده بيدي دماء جديدة بيدي طموح عند لعب عنده فيه لعيبة بتبقى يعني تشبعت يعني فيه لعيبة تانية بتبقى لسه انا لسه ما عملتش حاجة تجعان كورة بالزلط تجعان كورة انا عايز اعمل لنفسي تاريخ عايز اعمل نفسي لازم استفاد الخبرات لها دور كبير جدا والشباب لهم دور كبير جدا لازم نعمل يعني نعمل توريفة كويسة او مازجة او نعمل ميكس ما بين الخبرات ما بين الشباب الاتنين احنا بحتاجينهم العنصر الشباب بيدي طاقة كويسة جدا للمنتخب بالذات اللعيبة اللي عندها موهبة حقيقية يعني ممكن لما كنت انا مع حريك ذكرتي لكابتن حسن شحياتة يمكن انا كنت في نادي التارسنة وتم انضمامي وخدت مع المنتخب بطولة البطولة العربية 2007 مع المنتخب مع كابتن حسن شحياتة وكانت دي اول بطولة اللي هي مع المنتخب وفي نفس الوقت كان شكلي كويس جدا جدا في البطولة دي انا لقيت يعني لقيت بجد يعني دعم ومستندة كبيرة جدا جدا من اعلمين مصر ومن جماهير مصر ومن الناس اللي هي المهتمين بالرياضة في مصر وكنت انا برا اهلي وزمالك وكنت برا وكنت لعيب لسه بنضم في الدور المتاز لأول موسم فانا شايف ان انت تقدر تعمل لعيبة كتير جدا الفترة اللي جاية انا شايف ان النادي الزمالك بدأ يطلع لعيبة عنده جاهدين جدا في انديا كتير زي فيويتشار فينا انديا كتير جدا جدا هو المبدأ نفس الامت بتقولك ابتراحمد مهم فكرة ان انت تضخ دماء جديدة بكل ما فيها منطقة وفاور احنا للأسف شديد وقتنا انتهى يا دوب نرحق لشكورك جزيلا شكري على وجودك معنا نورتنا انا بجد كالعادة بكون سعيد جدا بوجودة محراراتكم يعني من المقابلات الجميلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومع كريم وانا اشوف حضراتكم بكرة ان شاء الله حلقة جديدة عشر صبح ثلاثة اشتركوا في القناة